اشتركوا في القناة الذي جاء لحمايتها مستبطنين هجم على الدور على الكرية وصاروا اشتباكات والولد معنا والبلد شلة وصار اللي صار يعني الحمد لله رب العالمين بس هو بك يدافع عن الدور والنسوان والحريم والأطفال اللي موجودين هناك الشهيد أبو علي ابن الخمسة والعشرين عاما كان على موعد مع زفافه في شهر أيلول المقبل لكن رصاص المستوطنين قتل حلمه وحلم خطيبته في تكوين عائلة ما حصل مبارح هو نتاج لتحريض مستمر ضد أهل قرية المغير من خلال صفحات التواصل لدى المستوطنين وحتى عضاء في الكنيسة ومستوى الكيادات الإسرائيلية بتهجير لهاي القرية والتهديد بالقتل والترعيل الاعتداء على مغير طال البشر والحجر الحاج موسى أبو علي يروي لشبكة وطن الإعلامية تفاصيل اعتداء المستوطنين على ما نزله في قرية المغير وحرق أربع مركبات له إحنا مشكلتنا لازم إحنا جميعنا نبكى صف واحد سيارات حركة أربع سيارات إلى أخوي هذا حك هذا 100 ألف شكل والتراكتر وثلاث سيارات دار ابني طبكين كزاز مش أنا بقول على مشان التلفزيون إني أطلب عوض أنا لا بديش عوض نهائيا بس بدي إحنا نتكاتف مع بعضنا البعض ونشوف هذا العدو ليش بسوفينه ولليوم الثاني على التوالي تستمر اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية المغير والعديد من قرى محافظة رامالله في وقت تضاعفت فيه اعتداءات المستوطنين في الضفة حيث وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان 550 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم منذ بداية العام الحالي في مرتقى أربعة شهداء برصاص المستوطنين حتى في استشهاده انتظر جثمان الشهيد جهاد أبو علي ساعات طوال وسلك طرقا التفافية حتى يصل إلى قريته لمغير مسقط رأسه المحاصر بالاستيطان الذي ينهش الضفة الغربية بمن فيها من قرية لمغير شرق رامالله علي طيطي لشبكة وطن الإعلامية ترجمة نانسي قنقر